موقف المنافقين من غزو التبو عندما أعلن الرسول صلى سلم النفير ودعا إلى الإنفاق بتجهيز هذه الغزوة أخذ المنافقون في تثبيطهم من ناس قائلين لهم لا تنفروا في الحرب فأنزل الله تعالى فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنافق الجد من قيس يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك قل الله تعالى عنه ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبدين أعذارا كاذبا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله له معاتبا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهود يثبتون الناس عن رسول الله فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود فقد كانت عيون المسلمين يقضى تراقب تحركات اليهود والمنافقين واجتماعاتهم وأوكارهم بل كانوا يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتهم وما يدور فيها من حبك للمؤامرات وابتكارا لأساليب التثبيت واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال قد كان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لدعاة الفتنة وأوكارها حازما حاسما إذ أمر بحرق بيت المنافقين وتحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين خبل الغزوة وأثناءها وبعدها وذلك مفصلا في سورته براءة من ذلك قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان سفر قريب ومغنم كان طلعوا معا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون قال طبعا هذه الآيات يقول مجاهد نزلت في أناس استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ورفاء رفاعة من التابود وكانوا تسع وثلاثين رجلا اعتذروا بأعذار كاذبة ونزلت آيات تفرق بين المنافقين وبين المؤمنين يقول الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إذن هذه الآية كانت فاصلة في بيان الذي يستأذن وعنده عذر حقيقي وبين المنافق الذي يريد أن يتهرب من الجهاد إعلان النفير وتعبئة الجيش أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك حتى بلغ عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثلاثين ألفان وقد عاتب القرآن الذين تباطؤوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وطالب الله القرآن أن ينفروا جميعا شبابا وشيوخا أغنياء وفقراء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر ثلاثين ألفا من المقاتلين والمهاجرين والأنصار أهل مكة والقبائل العربية الكبرى الأخرى وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته في غزواته هدفه ووجهته في القتال إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بني الأصفر الروم علما بأن هديه عليه الصلاة والسلام في معظم غزواته أن يوري فيها ولا يصرح بهدفه ووجهته وقصده حفاظا على سرية الحركة ومبغطة العدو أما الآن فهو يصرح لأسباب عديدة أولا بعد المسافة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن السيرة إلى بلاد الروم يعد أمرا صعبا لأن التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات ولا بد حينئذ من إكمال المؤونة وسائل النقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حتى لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود الأمر الثاني كثرة عدد الروم بالإضافة إلى مواجهتهم أن مواجهتهم تتطلب أعدادا خاصا فهم عدو يختلف في طبيعته عن عداء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فأسلحتهم كثيرة ودرايتهم بالحرب كبيرة فقدرتهم القتالية فائقة شدة الزمان وذلك لكي يقف كل امرأ على ظروفه وعد النفق اللازم له في هذا السفر الطويل ولمن يعود وراءه أنه لم يعد هناك مجال الكتمان في هذا الوقت حيث لم يبقى في الجزيرة العربية قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة التبوك ودومة الجندل والعقبة لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربية مراعاة المصطح العامة في حالتي الكتمان والتصريح ويعرف ذلك من مقتضيات الحال ولما علم المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليها وحث النبي على النفق كما ذكرنا وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة استخلف عليها محمد بن مسلمة الأنصاري وخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله فأرجف المنافقون وقالوا ما خلفك إلا استثقالا وتخففا منك فحزن علي بن أبي طالب فأخحمل سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وهو نازل في الجر فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فرجع إلى المدينة وكان استخلاف علي رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته ومصارده وصهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو استخلاف خاص وهو قيام بشأن أهله أما استخلاف محمد بن مسلم الأنصاري في الغزوة فكان استخلاف عام فهو أمير المدينة في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم والتالي لا يشير ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون خليفته من بعده علي بن أبي طالب هذا استدلال باطل فاستخلاف علي كان استخلاف خاص في العائلة أما محمد بن مسلمة فكان استخلاف على إمارة المدينة فلو فرضا كان لابد ممكن أن يستدل لماذا لم يضعه أمير على المدينة؟ نعم وعندما تجمع المسلمون عند ثانية الوداع بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأمراء والقادة وعقد الألوية والرايات لهم فأعطى اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق ورايته العظمى إلى الزبير بن العوامة ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير وراية الخزرج إلى أبي دجانة وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواءا واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على القمى بن الفغواء الخزاعي فهو من أصحاب الخبرة والكفاءة في معرفة طريق تبوك لاحظ الباحث التطور السريع لعدد المقاتلين بشكل عام ولسلاح الفرسان من بداية الغزوة الأولى للنبي إلى الآن إذا درسنا السيرة النبوية نجد تعاضم القوى المسلحة لدى المسلمين المسلمين في بدر كانوا 313 أحد صاروا 700 في الأحزاب 3000 فتح مكة 10 ألاف حنين الآن حنين 12 ألف وأخيرا تبوك 30 ألف مقاتل أو يزيد إذا نظرنا إلى سلاح الفرسان نجد في غزوة بدر عنا فارسين في غزوة أحد لم يتجاوز عدد الفرسان ما كان في بدر يقفز بعد 6 سنوات إلى 10 ألاف فارس فهذا يعود إلى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية بخاصة في البادية ذلك أن أهلها يهتمون باقتناء الخيول وتربيتها أكثر من أبناء المدن ترجمة نانسي قنقر